رجوعاً لمنتخب غانا حضرتك مدرباً للمنتخب الغاني كيف تقيم أداؤه في الفترة الأخيرة أيضاً العثرات التي عانى منها المنتخب الغاني مؤخراً وتطلعك لمستقبلك في تدريب المنتخب الغاني نعم في الواقع قد بدأنا تصفيات المؤهلة لكأس العالم بشكل جيد ولكن ونحن الآن في المركز الخامس من ست فرق ولكن مع أفريقيا الوسطى ومع مالي في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا من الصعب أن نتأهل الآن من الصعب الجزم بذلك ولكن لا يزال الطريق طويلاً الآن يعتبر أننا لم نؤدي بشكل جيد الذي يظهرنا كمتأهلين ولكن أظل أن أقول أن الأمر لا يزال بأيدينا إذا خسرنا أمام أنجولا وتعدلنا أمام مالي فبالتالي الأمر ليس جيداً ولكن يمكننا أن نعود هذا ليس موقفاً جيداً لنا ولكن كما قلت فالأمر بأيدينا يجب أن نفوز أمام باقي الفرق أمام السودان وأمام مالي يجب أن نفوز ويجب أن ننافس وحينها سنعود إلى المسار الصحيح الأمر سيكون صعباً ولكن نحن قادرون على فعل ذلك